في ذلك اليوم من إدائها التاريخية إلى الشعب الجزائري أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأن لات نعن الشعب بصفة عمّة والمناضلين بصفة خاصة نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلام وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإبريقي ورغبتنا هي أن نجنبكم الانتباس الذي يمكن أن توقعكم به الانفريالية وعملاؤها ومعض مختلف السياسة الانتهادية نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحلة من الكفاء قد أتركت مرحلة الانتجاز النهائي فإذا كان أدف أجي حركة الثورية وخلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية فإننا نعتبر أن الشعب الجزاري بأوضاعه الداخلية ملتفن حول قضية الاستقلال والعمل إن أحدث المغرب وطون تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي إن أهدافنا الأساسية هي للجفلال الوطني بواسطة قامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية أشركة أشركة يا راقين في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي جيش تحرير وجبها تبغل كان أحيب داجينا قدا في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجل قائم من أجل قائم يا راقين ترجمة نانسي قنقر